آخر ظهور للفنان التركي إيرين الذي قام بدور عظامة والفنانة التركية أصلي أوزون التي قامت بدور مليكة كان في الحلقة 32 لحظة هروبهم من الاستخبارات التركية من خلال سفرهم إلى الخارج بأمر من الريس جزائر ترك بدلا من وقوعهم في السجن في حين أنه تم تسجيل آخر ظهور للفنانة التركية إيبرو أزكان التي قامت بدور ليلى والفنان التركي باتوهان سيزر الذي قام بدور عمر عساف والفنانة التركية مينا درمان التي قامت بدور سونا في الحلقة الأخيرة من الموسم الأول الحلقة 35 ولم يتم الإعلان عن انفصال أحد منهم بشكل رسمي من مسلسل هذا العالم لا يساعني ترجمة نانسي قنقر